الاستخارة يا استاذ هدير بس احنا اعوز اول اهم حاجة قبل الاستخارة يكون في قبول بين البنت والولد وبقول للأب والأم ايه وتضغطه ولكن بقول لحضرتك الاستخارة بعد ما مرنا سنة كده وبتاع فلا فطرة الخطوبة معمولة عشان خاطر نشوف فيه توافق ولا ما فيش بس مش عاوزين مع اي مشكلة نقول لا عاوزين نرجع وما نكملش الخطوبة بقول لحضرتك التيسير علامة الاذن طالما انني متجسر وماشى الاستخارة مش لازم تشوف حلم اننا اعمل استخارة والموضوع ماشي مش عاوز طب حتى لو كانت حالتها نفسية برضو رفضة لا حالتها النفسية رفضة نشوف رفضة ليه اننا اقول لأب والأم لو فضلت بالطريقة دي لا نطمم الزواب لان المشكلة تبقى فيها هي تطلق بعد ذلك وهي الخاصرة بقول لا لا واحدة واحدة افتح نفسي دي شوية استخير اكتر ادعو الله عز وجل ان يصرفه عني لو كان غير جيد لي وان يصرفني عنه كذلك انما ما اطعش على طول مفسخش الخطوبة لكن اشارة حضرك مهمة لانها مسألة برضو مهمة في الامور ده يا دكتور طالما الامور ميسرة وماشية فدي علامة التيسير علامة الاذن معنا مش لازم الاستخارة ان احنا نشوف حلم عشان ما تفهمش من كلام حضرك انها تفض الخطوبة لا لا ما تفضش الخطوبة ابدا انا اقولش تفض الخطوبة بقول تستخير تاني وتشوفي الدنيا تمشي ماشي ازاي وتفتح قلبها عصى الله عز وجل ان يكون هذا الشاب وشابا طيبا